اشتركوا في القناة وكيف نوجد المساحة الجانبية والمساحة الكلية للسطح الهرم المنتظم بداية مع الهرم المنتظم نعلم جميعا أن الهرم له قاعدة وحيدة وكذلك الهرم المنتظم له قاعدة وحيدة ولكن ماذا يميز الهرم المنتظم؟ الهرم المنتظم قاعدته عبارة عن مضلع منتظم وكما تعلمون أن المضلع المنتظم هو الذي تكون أضلاعه متطابقة وزواياه أيضا متطابقة نسميه مضلع منتظم فأي هرم منتظم قاعدته عبارة عن مضلع منتظم فهنا لديه قاعدة لهرم رباعي وهنا قاعدة لهرم ثلاثي أيضا في الهرم المنتظم الأوجه الجانبية عبارة عن مثلثات مثل أي نوع آخر من الأحرامات ولكن هذه المثلثات مثلثات متطابقة وأيضا هذه المثلثات متطابقة الساقين تعتبر من نوع المثلثات المتطابقة الساقين فعند تكوين هذا الهرم الرباعي هذه قاعدته رباعية منتظمة وهنا الأوجه الجانبية يصبح لديه هرم رباعي وهنا عند تكوين الهرم الثلاثي قاعدته ثلاثية وهذه الأوجه الجانبية عبارة عن مثلثات متطابقة ومتطابقة الساقين إذن في الهرم المنتظم القاعدة وحيدة وهي مضلع منتظم والأوجه الجانبية عبارة عن مثلثات متطابقة وهذه المثلثات من نوع المثلثات المتطابقة الساقين للهرم المنتظم مساحة جانبية ومساحة كلية كما كنا نفعل مع المنشور ومع الأسطوانة ما هو القانون الذي يساعدنا في إيجاد المساحة الجانبية وما هو القانون الذي يساعدنا في المساحة الكلية نتعرف عليه الآن المساحة الجانبية نرمزها بالرمز جيم لسطح الهرم المنتظم هي نصف محيط القاعدة والمحيط مثل ما أخذنا في الدروسة السابقة نرمزه بالرمز ميمحا أو مح مضروبا في الارتفاع الجانبي لام إذن نصف المحيط مضروب في لام والمحيط يعتمد على شكل القاعدة ولام هي ارتفاع الجانبي وليس ارتفاع الهرم إنما الارتفاع الجانبي الظاهر أمامكم باللون الأحمر الارتفاع الذي يكون على الوجه الجانبي هذا هو يسمى بلام والقاعدة هذه الملونة باللون الأخضر إذن قانوننا الجديد لهذا اليوم هو النص في مح في لام وميمحا يقصد بها محيط القاعدة إذا أوجدنا المساحة الجانبية نستفيد منها لكي نوجد المساحة الكلية بكل بساطة نضيف إليها أو نجمعها مع مساحة القاعدة يعني إذا أوجدنا المساحة الجانبية نوجد مساحة قاعدة الهرم ونجمعها مع المساحة الجانبية لكي نحصل على المساحة الكلية إذن قالوا المساحة الكلية هو جيم زايد مي نأخذ الآن مثال توضح الصورة بشكل أكبر أوجد المساحة الجانبية والمساحة الكلية لسطح الهرم الثلاثي المجاور لهذا الهرم نلاحظ أنه الكثير من المعلومات موجودة على هذا الهرم الثلاثي فلابد نعرف ما هي الأرقام التي نحتاجها لكل قانون أو لكل مسألة فيجب أن نكون حذرين في اختيار الأرقام نلاحظ أن هذا الهرم قاعدته عبارة عن مثلث ثلاثي وأوجهه مثلثات وارتفاع الماء فيه هو كما والارتفاع الجانب هو 12 سنتيمتر وطول أضلاع المثلث هي عبارة عن 10 سنتيمتر اللي هي طول أضلاع القاعدة بداية نوجد المساحة الجانبية ما هو القانون الذي نستخدمه في المساحة الجانبية للهرم المنتظم؟ هو نص مح في لام ميزنا المح باللون الأحمر والتي هي تعني المحيط المحيط لماذا للقاعدة؟ هذه هي القاعدة كيف نوجد محيط القاعدة لهذا المثلث؟ ذكرنا سابقا أن المحيط هو عبارة عن جمع للأضلاع ونلاحظ أن هذا الظلع 10 سنتيمتر وهذا الظلع عبارة أيضا عن 10 سنتيمتر والظلع الثالث عبارة عن 10 سنتيمتر فنجمع الثلاث أضلاع لكي نوجد المحيط فيصبح المحيط كم يساوي؟ 30 إذن كم نعوض مكان المحيط؟ 30 تبقى عندي لام ماذا كنا نقصد باللام؟ اللام هو الارتفاع الجانبي ما هو الارتفاع الجانبي هذا هرم؟ هو 12 سنتيمتر نلاحظ ارتفاع الوجه الجانبي يساوي 12 سنتيمتر الآن نعوض النص كما هي والمحيط وضعناه 30 الذي أوجدناه هنا ومن ثم اللام الارتفاع الجانبي وكان يساوي 12 الآن نضرب لكي نحصل على الناتج نصف الثلاثين 15 و15 في 12 تطلع الناتج عند 180 سنتيمتر مربع أنتهينا من المساحة الجانبية ننتقل الآن إلى المساحة الكلية ما هو القانون الذي كنا نستخدمه في المساحة الكلية للهرم؟ كاف تساوي جيم التي أوجدناها في الخطوة الأولى زائد ميم ماذا نقصد بميم؟ ميم هي مساحة القاعدة والقاعدة مثلثة إذن نستخدم معاها قانون مساحة المثلث ما هو قانون مساحة المثلث؟ نصف القاعدة في الارتفاع الآن قانون مساحة المثلث نص كم قاعدة المثلث هذا؟ هي عشرة وكم ارتفاع المثلث؟ نلاحظ هذا اللي باللون الأحمر 8.7 إذا ضربنا هذه الأرقام في بعض أطلع الناتج عندي 43.5 إذن نعوض الآن مكان الجيم ب180 ومكان الميم التي أوجدناها هنا ب43.5 الآن عند جمعة هذين الرقمين 180 زايد 43.5 يصبح لدي الناتج 223.5 من 10 سنتيمتر مربع إذن ما هي المساحة الجانبية لهذا المؤهرم؟ هي 180 سنتيمتر والمساحة الكلية هي 223 ونلاحظ بعد ما وجدنا المساحة الجانبية فقط أضفنا إليها مساحة القاعدة وحصلنا على المساحة الكلية نأخذ الآن تدريب آخر أوجد المساحة الجانبية والمساحة الكلية لسطح الهرم المنتظم المجاور هذا هو الهرم أمامنا نريد أن نوجد المساحة الجانبية لهذا الهرم وبعد ذلك المساحة الكلية ما هو قانون المساحة الجانبية للهرم؟ جيم يساوي نص في مح في لام ومح التي ميزناها باللون الأحمر نقصد بها المحيط محيط ماذا؟ محيط قاعدة الهرم من هذا الهرم أين المحيط؟ هذا هو المحيط أو هذا هي القاعدة نريد أن نوجد محيطها وذكرنا سابقا لإيجاد المحيط نجمع الأضراء إذن المحيط يساوي 12 هذا الضلع زايد هذا الضلع كم يساوي؟ نلاحظ هنا فيه خط يبين أنه 12 أيضا والضلع الأخير 12 فجمعنا الـ 12 ثلاثة مرات أصبح الناسج عنده 36 إذن سوف نعوض مكان المح بـ 36 ولماذا نقصد بها؟ الارتفاع الجانبي أين الارتفاع الجانبي في هذا الهرم؟ الارتفاع الجانبي هي خوة 15 إذن سوف نعوض مكان اللام بالرقم 15 الآن نعوض النص كما هي والمح أو المحيط 36 الذي أوجدناه لهذه القاعدة ومن ثم اللام الذي يساوي الارتفاع الجانبي وهو 15 نوجد الناتج الآن نص فيه 36 فيه 15 يصبح عند الناتج 270 متر مربع إذن ما هي المساحة الجانبية لهذا الهرم هي 270 متر مربع بعد ما وجدنا المساحة الجانبية نوجد المساحة الكلية والمساحة الكلية بسيطة جداً قانونها كاف يساوي جيم زائد ميم نقصد بجيم اللي هي جيم المساحة الجانبية التي أوجدناها في الخطوة الأولى زائد الميم الذي نقصد بها مساحة القاعدة هذه هي القاعدة وهي عبارة عن مثلث ما هو قانون مساحة المثلث؟ نصف القاعدة في الارتفاع إذن الآن نريد أن نوجد ميم فنقول المساحة التي هي ميم نصف قاعدة المثلث نلاحظ أنها كم تساوي هنا؟ 12 ضرب ارتفاع المثلث وليس ارتفاع الهرم انتبه لهذه النقطة ارتفاع المثلث الذي هو قاعدة الهرم كما الارتفاع؟ نلاحظ هذا الارتفاع المشار إليه باللون الأحمر ويساوي 10 متر في 10 إذن نص في قاعدة المثلث في ارتفاع المثلث نصف لـ 12 6 و 6 في 10 يساوي 60 إذن سوف نعوض مكان الميم بكم بـ 60 ومكان الجيم بـ 270 الآن عندي 270 زائد 60 ويساوي الناتج 330 متر مربع إذن المساحة الجانبية لهذا الهرم هي 270 والمساحة الكلية هي 330 وأننا نتذكر بأن قانون المساحة الجانبية نص في محيط القاعدة في لام والمساحة الكلية المساحة الجانبية لجبناها في الخطوة الأولى زائد مساحة القاعدة الآن نريد أن نجاوب على هذا السؤال البسيط اخترى الإجابة الصحيحة المساحة الجانبية والتي نرمز لها بالرمز جيم لسطح الهرم المجاور هي هذا الهرم ما هي المساحة الجانبية لهذا الهرم هل هي 96 سنتيمتر مربع أم هي 48 سنتيمتر مربع أم هي 16 سنتيمتر مربع نتذكر سويثا أن قانون المساحة الجانبية هو جيم تساوي نص في مح في لام النص كما هي ضرب ما هو محيط هذا الهرم نلاحظ أن الهرم هذه هي قاعدته عبارة عن مربع ما هو المحيط نجمع الأضلاع هنا أربعة وهنا أربعة بالتأكيد هنا ستكون أربعة وهنا أربعة إذن المحيط سيكون كم 16 ضرب الارتفاع الجانبي للهرم هو كم 6 الذي هو لام نكتب 6 الآن نوجد الناتج نص في 16 كم يساوي 8 و 8 في 6 كم 48 إذن الجواب الصحيح أو الاختيار الصحيح هو ماذا؟ هو باء يكون 48 بعد ما وجدنا المساحة الجانبية ما هي المساحة الكلية للهرم؟ هل هي 24 سنتيمتر مربع؟ أم 102 سنتيمتر مربع؟ أم 64 سنتيمتر مربع؟ بالتأكيد المساحة الجانبية أكبر من آسف المساحة الكلية أكبر من المساحة الجانبية هذا يعني أنه من المستحيل أن تكون الإجابة الصحيحة هي ألف نستبعد ألف ممكن تكون باء وممكن تكون جيم نشوف الآن كيف كنا نوجد المساحة الجانبية لكي نوجد المساحة الكلية آسف كيف كنا نوجد المساحة الكلية كاف كنا نستعمل القانون كاف يساوي جيم زائد ميم جيم نقصد بها المساحة الجانبية التي جبناها في الفقرة الأولى وكانت 48 زائد مساحة القاعدة القاعدة هذه عبارة عن رباعية ما هي المساحة؟ نضرب الطول في العرض فنضرب 4 في 4 كم يساوي؟ يساوي 16 إذن 48 زائد 16 كم يكون الناتج الصحيح؟ الناتج يكون 64 وهو الإجابة الصحيحة فتصبح لدينا المساحة الكلية تساوي 64 إذن المساحة الجانبية لهذا الهرم هي 48 والمساحة الكلية هي 64 إذن في درس اليوم تعلمنا إيجاد مساحة سطح الهرم المنطظم وذكرنا أننا نستعمل قانون المساحة الجانبية والذي هو نص مضروب في المحيط محيط القاعدة ومضروب في لام وبعد ما نوجد المساحة الجانبية نوجد المساحة الكلية باستعمال القانون كافي يساوي جيم زايد مساحة القاعدة وجيم نقصد بها الناتج اللي أوجدناه في الخطوة الأولى إذن ننتبه لأن الخطوة الثانية معتمدة على الخطوة الأولى يجب أن نركز لكي نحصل على الناتج الصحيح هذا ما كان لدينا في درس اليوم شكرا لكم نراكم بإذن الله في درس قادمة تمنياتي لكم بالتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة